ابيكم وبصالفة طبعا قاعدة اشغل بجابانيس بور اوفر يمونية نضبطها ثلاثين قرام على تقريبا ثلاث امية ملي علشان اصحصح طبعا احن بالليل اشم الساعة الاحن احن الصبح الساعة 12 و 10 دقائق ايه بالليل وهذه قوتي قبل شي قاعد طبعا خدا مني وقت واحد علشان الحين اشغل الكاميرا وقعد اسولف اياكم طبعا صار لي فترة من زمان ابي ابلش بودكاست ابي اسولف ابي اكسر الحواجز اللي بمخي طبعا هني حاط فيه سجن طبعا اكثر من بارير يعني بحاول اكسرهم طبعا انا كاسر وايد منهم بس ابي اكسر بعد يعني خلاص حستل صج صج الدنيا ما تسوا فابنفس الوقت ابي اكبر النطاق ابي اثلف ابي اخرق راحتي مو اشرطي يكون كل شي بيرفكت انا عشان بليش اللحن بلشت ما بيكل شي بيرفكت بيرفكت ما رح ابلش كل شي لازم يكونو 100% ما رح ابلش لازم اكتب و ادبط قلت ما اضبط نوتات ما نوتات ما راح ابلش قاعدت اضبط ستاب سويتلي قهوة وضبطت الاضاءات وقلت الحين ابي ابلش الحلقة الاولى طبعا انا قاعد اسوي ترى بنارات قاعد اسوي ديزاينات خاصة حق البودكاست ونوعا ما جاهزة بس ليش انطر زين خنسولف مو شرط اول حلقة حلقتين ثلاث بعدين احط الصور مو شرط يكون كل شي بيرفكت فهذا شي بالنسبة لي انا كشخص بيرفكشنست يعني احب كل شي يكون ايد كي بعد مو فور كي لا لازم اضبنش فليش انا نحن بلشت ليش ابي ابلش البودكاست شنو هدفك يا عيدان او يا يامي شل اللي رحت تسفيد من هالموضوع واي تشغلات من انا انسان حيلي طوائي احب الناس احب اجتمع وهذا بس انه اوكي يعني في اكثر من ثمانية مليار شخص زين وين الناس ليش قاعد احس بهالوحدة ليش ما في احد حواليني حتى لو كنت قاعد بين ثمانية عشرة عشرين هامقى احس اني بروحي ليش شالسالفة وبالنسبة حك صورتي الشون نزل هذي واحدة من الشغلات اللي ابي اعدلها من نفسي او ان ابي اتعود عليها اه من وانا صغير دايما اشوف خوالي يتكلمون بآه صوتهم خفيف جلي يتكلمون بالتليفون انا صورتي دايما عالي صوتي دائما عالي فهذه واحدة من الشغلات بيتعود اطلع الكاميرا وبييتعود ان يكون صوتي نفس ما الحي بدأ ما يكون صوتي دائما صوت عالي ووايد وشذي فنقول بلشنا الحلقة الاولى بسم الله شنو الشغلات اللي ببهلي صراحة اه فيهي كنوز مخفية بالعالم هذا اللي انا ملاحظة وادري فيه من الفين واربعة طبعا انا حياتي كلها بلشت الفين واربعة ليش بلشت اشوفون فيس شنو اللي صار انا اوكي انا من وانا صغيرة احب الصداقات احب ملاحظ من حتى بثاني ابتدائي يعني اتذكر كنا بحصة اه 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 العاب قاعدين نلعب بكرة بقدم وشذي داخل الصالة اتذكر ان اللي كان ملابس رياضة كان يدرسونه مدرسات ابلات فالابلة طلحت ترفيجي الله يذكر بالخير كان اسمه شاوهين طلحت ووقفت برعة لشان انطقه يعني طلحت اللي ملابسين وشذي وهذا فانا يعني ثاني ابتدائي كم كان عمري يعني كم كان يعني الف الف و 94 طبعا خلاص احنا بال الف وتسعمية و 94 يعني ثاني ابتدائي كأشرت له من بعيد قلت له تعال ارجع ببدل وياك بلقاء هو مسر انا قلت له تاتا تاتا اقعد وانا رحت مكانه يعني اقدر اقول له اقعد وخلأ انا رحت خليت مكانه وانطقه وانطقه ف انا يعني من الفين واربعة وجدام الناس كانوا يعني اشوفهم وايد يضحكون او انه ياخذون سلفة صداقة ولا يطيحون من قيمة الصداقة رسول عليه الصلاة وخلفاء الراشدين صداقتهم شنب الرسول مع ابو بكر يعني بالكهف يعني في قصص وايد عن الصداقة حتى بالاسلام يعني انا اسمع منه ليش ليش يطيحون قيمة شيء انا احبه شنو اللي صار من بعد الفين واربعة وايد ركز لان احنا البابايات اللي كنا نشوفه احنا صغار وايد يتكلمون عن عائلات والصداقات والاخوة والتضحيات فانا كنت الشيء هذا وايد اركز فيه وايد احبه فشنو اللي صار يعني الناس دايما او الناس اللي قراب اللي كانوا حواليني اوكي يعني ممكن ما ياخذون نفس الشغلات هذه مثل ما انا ما اخذها او نظرتهم مثل ما انا اردتها اوكي كلنا شفنا نفس البابايات كلنا شفنا نفس الانميات كلنا شفنا كلنا سمعنا كل قصص الانبياء كلنا يعني يعني مرغينا بنفس الطريج بس كل واحد وفهمه كل واحد وشلون ياخذ الشيء اللي هو يحبه او الشيء اللي يصير لاهتمام فالصداقة هي اول شيء انا اهتميت فيه فواي تعلم شغلات من السنين اللي طارفت فعلشان شيء قاعد اقول ان في ناس موجودين بالدنيا يكون ربع المقربين شم واحد ما ندري وين هم بعد ما ندري فمثل ما قلنا العالم يعني في ثمانية مليار واحنا الحين نحس بالوحدة فهذه واحدة ثانية بعد يعني حتى لو قطبت لي انا قبل اقص قص واشيل واوقف الفيديو والتصوير الحين لا خلاص مرحلة يديدة الحين ف انا اشوف شيء رائق قوي ولا تخلون احد يطيح شيء انتو تحبونه اذا انتو تحب شيء لا تخلي غيرك يطيح من قيمته اذا تطيح من قيمته ترى هذا غد فلاق وهذا اول شيء تحط ببالك انه الشخص هذا يعني حط من قوس لان لازم الناس توخرها من حياتك او انه تصفتها على جنب على اقل على قولاتهم مو كل الناس بيرفكت واذا نبني نمشي كل الناس بيرفكت راح نظلوا بروحنا فهذا شيء هم بعدان تعلمته فشنو اللي انا قاعد افكر فيه من حلقة البودكاست طبعا انا هدفي ان ان شاء الله عدي فوق ال500 حلقة يعني انا هطبالي هالشي ان شاء الله تكون اسبوعية بحاول اكسب ابي على قولاتهم وخلي في جدول طبعا انا صعب امسك جدول يعني النوم عندي معتفسة وساعة البيولوجيا مكسورة احب كيف هرمونات من زين شاس ما ف يعني احب 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 اتكلم انجليزي علشان احب 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 انجليزي عربي و خلاص الواحد يبي يسولف يغتاح جدجنج والواحد يبي يقول هذا ليش يقول وهذا ليش قريب احب كما قلت لكم هذا الصداقة أبي أغير طريقة الكلام أبي أتعود وشلون أكلم الكاميرا يعني أنا أتخيله وقعد فترة يعني أنا أوكي لما أسوي ستريم يعني ألعب جيمز أطلع القيم يعني قال ألعب بس ما قعد أشوف الكاميرا شي طويل وقت يعني مركز عليها ساعة لساعة يعني مو متعود على شيء هذا فهذه واحدة من شغلاتي اللي صجع قعد خليني أفكر شلون الحين يعني أحس شيء رريب سويت سيرج بجوجل وهذا فالحين قعد أعيش التجربة هذه إني أطلع القيميرا وأسولف وياها وأتخيل أني قعد أسولف وياكم وهذه اللي أنا قعد أسوي قعد أسولف وياكم صراحة أحساس عجيب يعني أغريبة بنفس الوقت يعني أنا الآن قعد أسولف صج قعد أحس أنه في ناس قعد تسماني وطبعا هالفيديو بنته ما نزل وصار له ممتاز كم واحد بيشوفه ما أدري بس لحساس غريب سبحان الله يعني شيء حلو فأبي أكسر الحواجز هذا يذكرني بموقف صار وياي كنت أنا لأن أنا امتين فأتذكر كان عمري سبعتعش سنة لا سعتعش سبعتعش سنة سبعتعش شاركت النسخة العربية الرابح الأكبر كان أي سنة هذا أتوقع ألفين كم كان عمري سبعتعش ألفين وسبعة 2007 2008 رحت لبنان قابلوني طبعا من ثلاثة من ثلاث تلاف أو أربعة تلاف شخص بالكويت اختاروا ثلاثة وأنا واحد منهم فرحت لبنان سولنا الفحوصات وشذي وفي مقابلة اللي هي المقابلة النفسية أتوقع أو شيء شذي يعني يعني هذا شيء دليل أن شلون الحياة والواحد وهو صغير أو العائلة أو الناس اللي حوالينا شلون يعني يأثر على مستقبله أتذكر قاعدة تسألني شنو الشغلات اللي أنت تخاف منها شنو هذا لأننا بمجتمع وائد محافظ وأيضا كنت أخاف الناس مثلا تفهمني غلط أو يأخذون فكرة عني خاصة أهلي اللي هو مثلا أكثر بالأخص الوالد يعني كنت أخاف أنه يشوفني أسمع راني يعني يعني كان وائد متشد فأحب كبه فأه فهذه بعد شغلة أبي أكسرها ومعناتها مثلا أمي ولا أبوي أنا أحبهم وايد بس أن هذا شيء كان وايد مخليني ما أسوي وايد شغلات بحياتي أو أكسر حواجز أبوي تابعني أمي تابعني هذا وقفتني سنين وهذه واحدة منهم شون سألتني يمكنك يا دكتورة أو شيء شدي شون قالت لي شون شغلات اللي تخاف منها يعني بمعنى يعني بالحلقات أو بالتصوير قلت لها ما بي أبوي يشوفني ما بي أبوي يشوفني يعني كان هناك مختلط كانوا هناك نظام اللي يلعبون مثل كارديو وموسيقى كنت أنا خاف أن الوالد يشوفني بالتلفزيون فأتوقع هذا شيء من الشغلات اللي خلوهم ويأخذوني أنا يعني إحنا ثلاثة خذوا واحد الله يذكروا بالخير وطلع من أول أسبوع يعني حسافة والله أنا كان يعني هدفي أني أفوز بالبرنامج حيالك أنت حزتها متحمس فهذه واحدة من الشغلات أن أشوف شغلات معينة أو شلون حتى المجتمع أن المجتمعنا المحافظة شون يخليك يعني تبكيرك بالناس شون يأثر فيك ويأثر بحياتك أنت كشخص فعلشان شدي قايد أنا قاعد أحاول أني أكسر الحواجز هذه آخر شيء يعني صج يعني أنا كنت دائما أفكر في الشيء خاصة متى يعني يعني خلنقول آخر ست سبع سنين اللي طافت يعني يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا والناس يحثون بصخر ويقولوا طلعون عننا كلام أنا منه يعني اللي أخاف أن الناس طلنا عندني كنام ولا الناس دي جوج مي أوف the things I love the things I do الشغلات اللي أنا أحبها مثل مجسمات استيكارات ألعاب جيمز كم عمرك وايت شغلات وايت شغلات ما رح ترضي أحد أعطيك ياه من الحين إذا أنت أو أنت وائل وحياتك واقفة بين الشغلات هذه لا تخلي هذا الشيء يوقفك يعني أنا كنت وائل متأخر بس هم بعد مونة دمان إنه على قرارة من الواحد لما يوصل هالمستوى من هالوقت هذا معناته إنه يعني مر بتجارب يعني عاش العزلة عاش الضغوطات المجتمعية وأخي شيء كسرها إنه ما يهمه ما يهمه شيء طبعا يعني غير بالعالمين أو غير شيء خلاص لا تهتم لأن حياتك توقف هذا شيء أثق عليك الحين وبعدين وحتى بالآخرة على فكرة نركز عليها هذي بعدين فشنو اللي صار معاي بحياتي يعني مثل ما قلت أنا وايد أحب السوال في الصداقة أو تشذي فكنت وايد أحب ربعي وايد وايد أهتم فيهم وايد أدير بالي عليهم وايد أحافظ على صداقتي أحب الهوستنج أحب أسوي يمعات أحب أسوي طلعات أخطط حق سفرة أخطط حق دايما أنا أحب هشارات هذي فشنو اللي صار كل ما أتعرف على ناس يديدة أعرفهم على ربعي اللي موجودين حاليا يعني أنا مثلا أنا أعرف فلان أروح إذا تعرفت على أحد يديد الشخص يديد أعرف على رفيجي وهكذا وهكذا من عام صغير من أيام الابتدائي وأنا أسوي تشيري فكنت قاعد أشوف أن ناس أعرفهم على ربعي وهما يصيرون مثلا كلوز يصيرون حال ربع ما كنت أقول إنما أنغار وشي هو سوال فهذي بس لا يعني كنت بالعكس أحب هشارات هذي بس بعض المرات يعني يصير في الشغلات السلبية إن إذا كان في شغلة سلبية عند فلان هالشخص اللي ديد يتعلم مثلا الشغلة سلبية عنده الشخص فأنا أحادي إن هالشخص هذا مثلا يصير يتغير أسلوب أو شي تذي هذا يعني من الشغلات اللي مغينا فيها طبعا بالعب المتوسطة وبالثنوي فأنا أعتبرهم مثل فترات فترة المدارس عيام الابتدائي والمتوسط كانوا في ربع الثنوية وما بعد الثنوية كان في ربع أنا أخذهم على الأسنين من ألفين ومن ألفين لألفين وستة كان عندي مجموعة ربع من ألفين وستة لألفين وحدة عشر ربع من ألفين وخمسة عشر ربع خمسة عشر ليل عشرين ربع من عشرين ليل حين هم في مجموعة وتروح وتي في ناس تضل وفي ناس تروح كنت أخاف أنا من الناس اللي تروح وتطلع من حياتي بس اكتشفت أن مع الوقت يعني تخيلوا يعني ألف سنة ألفين ألفين واثنين كنت أقول هذا لربعي أكيد هذا اللي يظلون طول عمري طول عمري راح يكونوا إياي راحوا تعرفت عن ناس بألفين وستة وهم نفس الشي قالت نفس الكلام راحوا وهكذا 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 يعني حتى أعز ربعي اللي أتخيل نفسي أصير يعني شايب وكبير بالعمر كذي يكون طبعا طول الوقت وكنت أكثر شخصة ثق في راح فوصلت المعرفة إنه مو شرط إنه الناس مضب صعب الناس يضب وأكثر شي يصير يصير لهم انفلونس الانفلونس مثل ما قا يصير بـ Attack on Titan شينجيكينو كيوجين الانمي والمونغا يعني لما يصير انفلونس على شخص يعني شخص قديم يسوي انفلونس يعني يؤثر على شخص هالشخص هذي خلاص ياخد تأثير حق الجدام والجدام يعني عادي يكون أنا بيني وبين واحد صداقتنا بالعكس 100% بس أطراف خارجية تأثر ناس اضغار ناس تحسد ناس تغبن أو تبغن ناس تحسن يعني ما يحسون إنه الشيء هذي عندها فليش الشخص هذا عنده فيحاولون يخربون يعني أنا لاحظت إن كنت معمي بالثقة يعني كنت أثق بالناس اللي حاوليني ومعيد فكنت أقولوا إنهما خلاص يعني ما يقدرون فيني وا 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 نون 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 راح يقدرون فيك راح يكسرون فيك راح يشقونك شيك بس لا تنكسروا ميادي فيكم يعني بالعكس كاملوا ولا تدشون الحفرة اللي أنا دشيت فيها ولكلة تواقع داشة في الحفرة تتحدى الناس لا تتحدى أحد تحدى نفسكم بس أنا قبل أسمعها أقول هذي علاقاتهم كليشي كلمة إن قال وما حد يعني علاقاتهم يعنيها إن فكر بنفسك وما لك شغل بالناس أنا كنت أحسنها شوية صعبة دائما أحسنها لا لازم أصير أحسن لازم أضعف لازم أعضب لازم أنجح لازم أطلع فلوس علشان يقولون منو منو هذا اللي علشان يقولون هذا الناس أصلا مو مهمة ليش يعطيهم يعني قلوتهم مكبر حجمهم وايد مخي يعني إن أهم أهم أخي شيء هم أصن يعني ناس صار لهم صار ما لهم قيمة أصن بحياتي يعني ليش أفكر جذي فلازم الواحد يفكر إنه علاقاتهم يتحدى نفسه بس أهو لا يتحدى أحد غيره يتحدى أحد غيره يتحدى من ناحية شغلات التقنية بالذكاء بالتحدي الحلو بس إنه تحدي علشان يقولون هذه علاقاتهم تحدي خاسرة حتى لو تفوز أنت خسران يعني هذا شيء وايد خذ مني وقت علشان أوصل له فما قالونكم إذا حسيتوا إنه شنا شيء صعب بس ما علي مع الوقت راح شيء يصير حيل طبيعي ومن الشغلات اللي صج خلتني أتغير المواقف صج أنا يقول لك للسفر أتعرف ربعك بالسفر أتعرف ربعك بالمواقف صحيحة بس مو أميب الأميب بالشغلات هذي لأنه في شغلات تكون ثقافة تكون عادات تكون يعني في واحد يحب يقوم الصبح مبشر ويتمشى في واحد لا يحب يقوم الصبح يروح ينزل مثلا السباح إذا كان مسافرين مثلا وقاعدين بفندق وشي تذي في واحد يحب لما يقعد أول شيء يقرى شوية يحاول يصحصح يسبح يبدل يكشخ بعدين يطلع يعني مو سالفة إنه ليش الناس تتاوش أنت بالسفر ما لا شغل في ناس تتكبر المواضيع ليش لأنه تأخذ الستيريو تايب إنه خلاص الناس بالسفر يطلعون بس مو بها المواقف هذي هذي مواقف على قولتهم يومية تصير أنا عادتي لمن أقوم بالقصب أقوم منهم مثلا في واحد لا يقوم ما شاء الله بسرعة أبطل عيني واللهوة قاعد ومبدل وسابح وجاهز إنه يطلع وفيه العكس فمو هذه الشغلات اللي الواحد يطلع فيها مشاكل فهذه بعض النقطة فهذه بعض من الشغلات اللي أذكرها إنه الواحد بالبوز بالكلام مثلا يقول يعني بدأ ما يقول كل شوي يقول على على قولتهم مثلا هذا يعني أنا أشوف إنه شي عادي إنه في ناس يقولون هوايد بس إنه هذا على قولتك محسن من الهدوء بعض مرات يكون أول بوز ووقفت الكاميرا كنت حاط البطارية الخارجية حين ركبتها على الكهرباء فقطعت فجأة فنرجع حق الموضوع نسيت وين وصلت على سلفة البوزات ما البوزات فهذه صراحة الفكرة يعني يعني بشكل عام إنه هذه الفكرة اللي ببالي إنه أبي أبلش حين طبعا أوكي حاط أنا ببالي اسم يديد يعني مو اسم يديد البودكاست رح يكون يامي كان بودكاست أتكلم فيه عن أمور حياتية أمور مثلا شخصية طبعا رح أبلش إن شاء الله باتريون حق الناس اللي بتدعمني من ناحية الفولو من ناحية الدونيشن من ناحية هذا رح أنزل فيديوهات بالباتريون تكون شوية خاصة أكثر حق اللي يريد تعرف علي بعمق أكثر فيديوهات ما أحطها مثلا بسوشيال ميديا بس أحطها بالباتريون وتكون خاصة حق ربع الباتريون ورح أسوي حق البروفيل أبديت وهذا فستي توند وطبعا كل اللينكات رح تكون إن شاء الله بالدسكريبشن اللي ودي يسوي ياي كولاب أنا حب سوالة في الكولابس بالعكس على قولاتهم الواحد يتعرف على ناس يديد عن هالطريق هذا ممكن يكون في ناس نفس التفكير نفس الشغلات اللي يحبها طبعا بعيد عن الناس اللي اللي فيها شوفت نفس وعندهم بس سالفة الأرقام مهمة سالفة راقمي تشيدي راقمي تشيدي يعني هم هذي بعد شرة نخليه حق موضوع بعدين فاليوم كان المفروض إن شاو بيون عندي علشان نسوي محتوى حق اليوتيوب كفريق كلي رفجن بس سبحان الله مايا وليومس من شغلو فخليتها فرصة إن أبلش الحلقة الأولى من البودكاست شون راح تكون الحلقات الياية يبين معاي لأنه أنا قاعد أقول يامي تشان بودكاست راح أخليه يكون شخصي أو حياتي أكثر من إنه بس أسولف عن مثلا الجيمز أو أسولف عن شغلات ثانية يعني ممكن هذا أخلي بودكاست ثاني أو أفكر فيها هذي بعدين فأيامي تشان راح يكون يعني علي أنا يعني في أكيد راح أتكلم عن الألعاب بس مو بشكل لنا ألعاب يعني أتكلم عنها مثلا كشغلات غيرت بحياتي أفكاري طريقة تفكيري على قولتهم فهذا هم بعد شيء حطى الضالب لأنه لأنه عندي صراحة كلام مدي أقوله وائد كلام مدي أسول فيه فأضبطها يكون كلام مكان واحد طبعا أنا نزلكم أسئلة وايد وأشكر حق الناس اللي دائما تتفاعلوا إياي بالإنستجرام وبالسوشال ميديا لما أقول لهم مثلا أنا بيسوي المحتوي البلاني هل أسوي أكاونتي ديد طبعا أنا الحين مسوي لي أكاونتي ديد خاص حق الكتب والمانغا أمسميه يامي ريدز فحق اللي ما أضافني هناك ومهتم بالمانغا والكتب بشكل عام يتابعني هناك هذا هنا دائما نخلي يعني مثلا الجيمز أو الحياة اليومية ممكن بعد أسوي لي حساب ثاني بس حق القهوة فإن شاء الله لأنه عندي أكثر من دورة داشة حق القهوة ومو احتمال راح ديش بطولات حق القهوة وشذي فأسولف عنها إن شاء الله بعدين فهذه هي اللي بانبالي حاليا إنه أبلش إن شاء الله وهذه راح تكون بداية إن شاء الله هذه الحلقة الأولى وإن شاء الله متحمس إنه أسوي إن شاء الله أقل 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 شي إنه يكون حلقة بالأسبوع هذا أقل شي إذا مو يعني ما بيحط ضغط علي يعني هذا هذا من الشغلات اللي أنا أحطها ببالي إذا ما بي أضغط على نفس وايت لأنا بشوف الحين نظام الأدتنج الحين ونظام الصوت والشغلات هذي فأنا متحمس حق الشغلات اللي قاعد أسويها الفترة فإذا عندكم اقتراحات ولا عندكم أفكار معينة لا تبخلون علي فيها كتبوها لي بالكومنت دزولي ها دي امس دزولي بويسات لا تنسون تفكرون وتشاركون عندي بالباتريون وتدعموني ودعمكم بصراحة وايد راح يرفرحني وايد راح يقليني أكمل لأن هذا شي وايد أنا قاعد أفكر فيه وأستمر فيه إن شاء الله فكثر ما أشوف إنه فيه دعم وفيه ناس قاعدة تسوي فولو ويكون فيه على قراتهم كومنتات مشاركات أحس معناته إنه إنه عاجبكم اللي قاعد أسويه فأكمل فيه وأزيد فلا تقلون علينا وإن شاء الله تكون هذه على قراتهم والبداية والحلقات إن شاء الله الياية أنا مرش كثرة راح ينصغلي يدي جاعد أسولف فما بي على قلتهم أكب العشة على قلتهم أو إنه أطلع كل اللي عندي بحلقة واحدة فأقسمها إن شاء الله ونشوفكم إن شاء الله بحلقة إيايا لا تسون تابعوني ونشوفكم إن شاء الله على خير